مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة تطلق الأكاديمية الأفريقية لعلوم الصحة مشروع استراتيجي لتطوير قطاع الصحة بالقارة يتخذ من مدينة الداخلة مقرا رئيسيا وقطبا استراتيجيا للصحة بالقارة الأفريقية الأكاديمية تؤكد الالتزام المغربي الدائم بقارة أفريقية موحدة ذات سيادة صحية الأكاديمية محمد السادس للعلوم الصحية هي في إطار معاونة إفريقية لأن المغرب تلعب دور أساسي في ميدان الصحة في إطار المعاونة من الجنوب جنوب وتنظن بأن مدينة الداخلة تبين بأنه كان واحد الإمكانية وطموح لا في البحث العلمي ولا في الصحي من طرف المغرب ولكن مع الأخوات والإخوان في إفريقيا بحث العلمية وتكوين جل الأطر لف ميدان الصحة ولف البيدان جل البحث العلمي في ظل تحديات صحية كبيرة توجه القارة الأفريقية تضع الأكاديمية الأفريقية لعلوم الصحة في نطاق عملها عدة أهداف على رأسها البحث والتطوير في قطع الصحة والتكوين وتأهيل الأطر الصحية بالإضافة إلى وضع شبكة للخبراء لتبادل المعارف والممارسات الفضلة في المجال الأثر سيكون هائلا في الحقيقة فكما نقول لوحدنا نذهب سريعا لكن مجتمعين نذهب بعيدا جلالة الملك يمنح القارة الأفريقية والمجتمع العلمي الأفريقي بشكل خاص إطارا نتأذر كل تقاتل من أجل الدفع بمسألة الصحة العامة مشروع هيكلي يفتح صفحة جديدة في مستقبل الصحة بالقارة الأفريقية القارة التي تعاني من انتشار كثير من الأمراض والأوبئة هي فضاء للجميع للعمل والتكامل استجابة لحاجية ساكنة القارة من الرعاية الصحية هذه المؤسسة المؤسسة الإفريقية للصحة وعلوم الصحة لم يأتي بالصدفة والمغرب لا يريدها للتباهي والتفاخر وإلى غريب ولكن الأساس ديالها وباش خصنا وباش يعني باش فكرنا فاش خص هات الدار كان لها وحد تجاوب لبعد الأسئلة اللي طرحت الأساس ديال الصحة في إفريقيا وهذا الشيء هنا في الكوفيد في البريود ديال الكوفيد مرغزما وإحنا الآن نجاوب على هذه المشاكل اللي وقعت هذه الشعال في الكوفيد وخلال الأوبئة وإلى غير ذلك وعبر الأكاديمية الأفريقية لعلوم الصحة والاتفاقيات الموقعة بمناسبة انطلاقتها الرسمية يأخذ التضامن الأفريقي شكلا ملموسا في سبيل تحقيق نظام صحي شامل وعادل